هذا ونفذت جمعية الشرقة الخيرية خلال العام الماضي عدداً من المشاريع في عدة دول شملت النيجر وملاوي والهند وتنزانيا وسريلنكا والسودان ومصر بتكلفة بلغت نحو سبعة ملايين درهم وتنوع تلك الأعمال والمشاريع ما بين بيوت ومحلات وقف وأبار ومساجد إلى جانب المدارس وعمليات صيانة حيث جاءت هذه المبالغ من ثمار الوقف الناجمة عن مشاريع وقفية في إمارة الشارقة تبرع بها المحسنون وتمثل هذه المشاريع الاستثمارية التي تتابعها وتشرف عليها الجمعية أحد روافد التبرعات وأحد سبل دعم سائر مشاريع الجمعية داخل الدولة وخارجها في ظل حرص الجمعية على إنشاء مباني استثمارية والعمل على زيادتها بما يسهم في إيجاد مصادر دخل ثابتة ومتجددة